فن الكلام لازم أتعلم أعرف أحكي كيف أتكلم وكيف أعبر عن نفسي وعن أفكاري وعن مشاعري حتى ما يكون صمتي هذا هروب من الواقع أو هروب من المواجهة وحتى يكون صمتي هو فقط للاستماع وللفهم فإذا فتحت فمي وتكلمت أسمعت وأفهمت وفي بعض الأحيان أفهمت لأن حجتي واضحة وقوية وهذا الموضوع عشان أنت تتعلم فن الكلام محتاج ثلاث أشياء أولا محتاج حصيلة معرفية ولغوية ومعلومات عشان لما أنت تيجي تتكلم يكون عندك إشي تحكي فيه أو معلومات تتكلم فيها وهذا من غذي بالقراءة من غذي بالاطلاع بالخبرات الحياتية بالكلام مع الآخرين بالممارسة مع الآخرين بالتعلم بالتدريب كل هاي الأشياء هي تضيف مخزون معرفي لعقولنا فبيكون عندنا شيء أو مادة خام نستخدمها لما بدنا نتكلم